بنستكمل مع حضرتك الكسافة طلابية في الفصول والمصاريف اللي زادت على أولياء الأمور في ظل أن احنا في أولاً يعني في حالتين ظاهرة كورونا والبطالة فالناس تعمل ايه؟ يعني الناس تعمل ايه؟ الكسافة الطلابية ما زي ما معالي النقيبة واضحة مرتبطة الكسافة طلابية مع بداية العام الدراسي وده اللي احنا لما سنال مع بداية الفصول الشريعي السابق يجي بعض أولياء الأمور يطلبوا مننا أن نتكلم مدير المستشفى أو كده علشان يتنقل ابنه لمدرسة معينة ويعايزين ننقل ابن النفس يعني يبقى دايماً فيه مدرسة في مكان ما فتبصت لايه حتى كسافة طلابية عالية يا طب ولي الأمر بنفسه بيشارك في أنه هو بيقحم ابنه يروح لمدير المدرسة يقوله أنا ما عنديش مكان لابنك خلاص المدرسة خدت العدد بتاعها وعلى الرابع من ذلك أنه ولي الأمر لم يراعي أن خلاص هذه المدرسة اكتفت وفي مدارس تانية وبيصر على أنه يدخل نفس المدرسة ويلجأ لمختلف الوسائل فالكسافة السكانية إذا كانت موجودة في بعض المدارس أكتر من غيرها ده على دي حالات خاصة هي دي ظاهرة موجودة ظاهرة موجودة ولكن هي موجودة في جميع المدارس بس أنا بقولي أن برضو أولياء الأمور في مدارس بيبقى فيها زيادة كسافة طلابية عالية جداً وإصرار من ولي الأمر بنختلف الطرق ولو يجي مدير المدرسة يقول له مش هينفع لأنت تنقل يبقى يحسسك أنت إزاي وإنت كنائب ما ساعدتوشي وما وقبتش معاه بس ما ساعدوش في الخطأ يعني معه ما بقول لك أنا حتى لو جاني لا في الصح في الصح لا يا صحيح لا صحيح في مدارس إعادة توزيع الطلاب على المدارس إن شاء الله يرعى في الفترات القادمة كسافة طلابية عالية زي ما قالت معاني نائبة إن إحنا دلوقتي كسافة سكانية انفجار سكاني فبالتالي صاحب هذا الانفجار السكاني بالتالي كسافة طلابية في جميع المجالات يعني إحنا بننظر إلى الفصل طب ما أنت عند حضرتك في الجامعات يمكن إحنا توسعنا صحيح في إنشاء الجامعات ولكن هناك بعض الكليات بيبقى فيها كسافة طلابية فهي مرتبطة كلها منظومة واحدة منظومة الزيادة السكانية واللي إحنا فعلا بنناشد وبدأنا فعلا في بعض الحملات اللي إحنا نتمنى إن خلال الفترات القادمة موضوع الزيادة السكانية يعني لازم ما كانش المجتمع نفسه هيعالج هذه المشكلة المجتمع ده يعني كل أسرة في قرية في ريف في نجع في أي مكان على القريطة المصرية لازم نحد من الزيادة السكانية اللي هي بتلتهم كل شيء هتلتهم كل ما هو موجود على الأراضي بتاعتنا يا معالي النائبة المشكلة مش في الزيادة السكانية إن لو المشكلة في الزيادة السكانية الصيني النهاردة خمس العالم وأكثرها اقتصادا لكن إحنا ممكن نقول المشكلة عندنا في توزيع يعني إلى هيكلة من حضرتك برضو نرجع للمجتمع تعالى قول لي حضرتك ابتدي اتحرك من المكان اللي انت فيه وتنقل روح على المناطق الجديدة إحنا لسه برضو مش قادرين نبتدي نعمل المواطن نفسه مش عايز يساعد عايز يفضل ثابت في مكانه نفس المكان اللي هو عاش فيه اللي عايز ولاده وولاد ولاده في نفس المكان اللي هو متربي فيه اعادة توزيع دي ان شاء الله مع رؤية الدولة وعلى القيادة السياسية والتعمير اللي حصل في عنحاء مصر ونقل ان شاء الله العاصمة الإدارية نبتدي نأمل ان هي هتبقى خطوات هي مش مرة واحدة طبعا ولكن احنا في خطة مش خطة سليمة وخطة متوازية ان يبتدي اعادة لما الوزارات يتنقل لما العاصمة الإدارية تكتمل هتلاقي ان شاء الله اعادة توزيع المعمور المصر ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة